اشتركوا في القناة والتي ستقام مساء اليوم عند الساعة السابعة والنصف مساء على الأستاذ الوطني وجاء حضور ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتدريبات المنتخب الوطني ضمن إطار اهتمام سموه المتواصل والمتابعة المستمرة من قبل سموه للمنتخبات الوطنية وخلال حضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتدريبات المنتخب الوطني التقى سموه برئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة كما التقى سموه بأفراد الجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني واطمأن سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خلال حضور سموه الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب على الاستعدادات الأخيرة للمنتخب كما استمع سموه إلى شرح مفصل عن الحالة الفنية والتجهزات الإدارية للمنتخب قبل خوض مباراة اليوم أمام المنتخب الإيراني